لم يعد خافيا على كل ذي عينين ما آلت إليه الأوضاع في العراق من تدهور في منظومته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية منذ الغزو الأمريكي عام 2003 هذا التدهور الذي أصاب جميع مفاصل الدولة جاء نتيجة الفساد المستشري للحكومات المتعاقبة على حكم العراق وباعتراف الطبقة السياسية الحاكمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاشرت وبعد زيارتها إلى بغداد قدمت إحاطة في اجتماع مجلس الأمن الدولي لما يجري في العراق لاشرت بعد استهلالها في عرض تقريرها أكدت أنه يتوجب علينا أن نقر بأن الصراع السياسي الداخلي الجاري حاليا يمثل عقبة مكلفة فبعد مرور عام كامل على الانتخابات العامة ما يزال تعيين أسماء وزراء لشغل حقائب وزارية مهمة وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية فلم تبدل أحزاب السياسية حتى الآن أنها مستعدة لتقديم تنازلات وشارت بلاشرت إلى مشاكل عميقة الجذور غالبا ما تقف عائقا أمام إعادة الإعمار والتنمية والأمن يعود الكثير منها إلى مظالم واختلافات طويلة الأمد بين المكونات وبين الكيانات السياسية وبين الحكومة وقد أضحى كل ذلك مترسخا بشكل شبكات سلطة مخفية وخاصة تعمل باستقلالية وتسعى لتحقيق أهداف ومقاصد ضيقة وتطرقت أيضا إلى آفة الفساد المستشرية على كافة المستويات والتي تستهلك الأموال التي ينبغي أن تصرف على الخدمات العامة بينما تذهب تلك الأموال إلى جيوب خاصة بحسب هينيس بلاشرت وفي إشارة إلى الميليشيات المنتشرة في العراق عرجت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على أن هناك هاجسا أمنيا بارزا يتمثل في الجهاد المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة وتنخرط في أنشطة غير قانونية أو إجرامية وتمارس تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا في جميع أنحاء البلاد وتمنع العودة السلمية للنازحين الذين ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة ومع كل تلك المعطيات التي تشير إلى الفساد المتجذر وهشاشة الأمن وانهيار البنية التحتية فإن ثم تتساؤلات عن ما يراد لهذا البلد وعن الصمت الدولي لما يجري في العراق